اشتركوا في القناة والله ازمة مالية عمومية صحيح نحن في ازمة مالية عمومية الى حد المال حقيقة خطر ازمة المالية العمومية يمكن حلها لكن اهم شي وانا في ازمة اقتصادية حقيقية فما جزء جاي من العالم وفما جزء جاي مننا احنا تقول لي انت ندخل في تفاصيل ماليا احنا وين مالية العمومية مالية العمومية هل يهددنا شبح الافلس نحب نسألك سعيات نسمع توصيفك للوضع الوضع خطير جدا لكن نعاود نقول لك الوضع مش الوضع المالي انا ديما نفرق بين حاجتين وفي الاقتصاد عموما وفي التحاليل يزمنا ديما نحطه الاقتصاد حاجة والمالية حاجة لازم تكون شركة قاعدة تخسر الفلوس لكن قاعدة تخلص في ديونها لانه عندها امكانيات منتع الاقتراء ولا المساهمين قاعدة يدفعوا في الفلوس لكن هي كنشاط نشاط مفلس تقريبا احنا في تونس في الوضعية هذه اقتصاديا كيفاش تقيموا الاقتصاد سيسيبوا بك قيموا بالناج القوم الخام الناج القوم الخام البي بي قاعد ماشي ويهبط نعطي فيه كنتيجة وقاعد نحاول نبسط اكتر ما يمكن المدخول متاعنا كدولة 14 مليار عامنا والسنة 112 ربما عام جاي بشيكون اقل لكن على المستوى المالي قاعدين ندبروا في روسنا فما منح قاعدة تجيل تونس فما ناس قاعدة تسلف فينا فما ديزارتيفيس كونتاب اللي نقدموا بهم الميزانية بطريقة او باخرى في نهاية المطاف قاعدين نخلصوا ما ناشي في وضع افلاس كما قاعدين نقولوا مناحية قانونية لا 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 مانيش في القانوني مش في القانوني في القانوني نهار تلي اول نهار ما تخلصش فيه ديونك ولا ما تجل تخلص موظفين احنا ناشي نقولك في كانتشي نحب نوصفها من احية قانونية احنا في وضعية نصوم دانزون سيتيواشون دانسولفابيليتي شو معناها؟ معناها الديون اللي عنا اكثر من المدخيل اللي عنا وفي ذات عام جاي اول عام بش تخرج على الملأ الوضعية وانه بش نتسلفوا اكثر ببرشة ما اللي بش راجع معناها ما تروح وانه بش نوالي وانتردي تشيكي بو سيكون تشيكي ملغوز من لو فغاليل نقصستو با في الزيتاء مي 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 انا بخسك دانزون سيتيواشون دانسولفابيليتي لانو لانو اليوم كان التصنيف السيدي نتاعنا سيبو بكرا وخايب برشة بونا محالة حتى شقيق المغرب مثلا نطيحولها التصنيف احنا رانا ما زلتنا دزة ومعاش يستثمر ومعاش يستثمر احنا اليوم كيبش نخرجوا ع السوق المالية حسب تقديري وحسب المختصين ما نعتقدش اللي النجم وناخده باقل من ثمانية في المية اللي هو نسبة مبالغ فيها طبعا الحكومة تقول انا النجم ناخد حتى بستة وخمسة خمسة سبعين ما نعتقدش لهذا صحيح رغم اللي حتى النسب هذو مره وغالين برشة وليخذينا بيهم في الخروج المرات الأخيرة اللي خرجنا فيها يعني احنا اليوم نعتقدوان وقعدين نخبيوه على العالم في الوضعية متاعنا وهي وضعية مكشوفة وكنت حاب ندخلوا في التفاصيل انا ليهمني اليوم انتوما في الحكم اليوم مستندين لهذه الحكومة ممكن قلب تونس الحزب الأقرب مساندة الحكومة هذا ما ما نسمعوه ما نفهموه لقاء البارح رئيس الكتلة مع رئيس الحكومة ويصدر بيان في ذلك سيادتك كنت في لقاء حسب ما علمتنا سيادتك مع وزير المالية اليوم معنا قانون مالية تعديلي يجي المرجل سنويب تصير عليه ما يصير مع البنك المركزي تعاوه ترجعو الحكومة لإعادة النظر فيه ما نعرش فيه أي اتجاه ثم عنا خروج للتداين العام الجي 16 مليار ونصف تقريب على السوق الدولية جزء منها بيجي من عند لفمية جزء آخر من بنك الدولي حتى يجي سهل اي اي مش سهل وجزء آخر أيضا على السوق الداخلي شنية الحلول اللي قدامكم اليوم ماذا تطرحون على رئيس على الحكومة ووزير المالية وماذا سيقدم رئيس المالية خلينا انت عتيت فرضيات ما هو مش كلهم معناها مسلمات فرضيات الحكومة دون فرضيات خلو المالي خلونا تحدث كم تسمع سيبو بكر باش تبدأ النقاش واضح انت قلت احنا في الحكم وما هي الحلول التي تقترحونها احنا يا سيبو بكر نعاود نعلم كرانة ماناش في الحكم نحن كحسب سياسي ساندنا حكومة ساندنا حكومة جابيها السيد رئيس الجمهوري وماناش ندمي لكن ما اعتنا هاش شك سك على بياض وماناش موجودين معها في الحكومة لا برنامجنا هو اللي قاعد يتطبق لا قياداتنا قاعدة موجودة عندها حقائب وزارية لا حتى شيء من هذا القبيل نحن مساندون بالقانون ككتلة برلمانية متكونة من 30 نايب صوتنا لصالح هذه الحكومة مثل عديد الزملاء وربما نرنو وانه تتحول هذه الحكومة يوما ما الى حكومة سياسية بمعنى وانها تتبنى مقربتنا للحكم وبرنامجنا للملايا وربما حتى قياداتنا يكونوا موجودين فيها لكن احنا مش هذه الصورة اليوم احنا اليوم سيبو بكر من حمس نضيع الوقت بمناقشة النقطة هذه من يمنح الثقة للحكومة يتحمل نتائجها وعليها عبء وعليها عبء مساندتها ودعمها مش بالبساطة هذه وتولي وقتها سيء سمبل في الحياة مش بسيطة وخاصة الحياة السياسية والمناهج السياسية والقضايا السياسية راهو ما هيش بهالتسطيحة ذي كل كلمة عندها معنى نحن حكومة نحن كتلة مساندا للحكومة وانا عطيتك حاجات وقعية قلتك راهو مهوش برنامجنا مهوش قياداتنا لكن احنا مش مش نتنقل عطيناها وانا مش هذا الخلاف لكن احنا فيه تحميل مسؤوليات لانا انا مش نخلط لك النقطة انتي قلت وزير المالية تشوفه صحيح نشوفه تقريبا يوميا كما نشوفه واش نتكلم معه ومن قبل ما يتسمى وبعد ما تسمى والغضوة لانه صديق بل كل شيء ولانه المهنة تفرض علينا باش نتلقاه لكن في قانون المالية بالذات سيبو بكر وقانون المادية التعديلي لم يقع استشارة قلب تونس فيما قدمها كيف نكيف الكتلة اللي هي دعمة ايضا للحكومة ووزير الاقتصاد والمالية وحتى باو رئيس الحكومة انا بحكيتش معها ما نقل عنه من لوخيان اللي بشاولوا كمس رئيس الحزب ولا رئيس الكتلة وانو بالفعل هما شعرين بالتقصير توجه قلب تونس يعني هذا نحن تفاجأنا بقانون المالية كيف نكيمة اي نايب شعب قعد جاه اسقط عليه سيدي نعطيك اكثر حتى رئيس لجلة المالية صديقي واخي الاستاذ هيكل المكي لم يقع علمه بلب اليداع لب السحب حينا معناها احنا جرت العادة في وقتها تجي يعلمك هو ما صبوه كما قوله نهار 14 ما هو 15 سمعنا بيه نهار 16 بالوسائق اللي دارية يعني حابيت نقول لك راهوا لسان بيوز هذيك لما يونيز نبان كوخ بخي صحيح فما احنا دعمين الحكومة ومناش متنصلين من مسؤولياتنا لكن ماهوش سك على بياض طيب اليوم اليوم انا كنائب شعب سبو بك عندي مسؤولية وخاصة اني انا مختص انا خبير محاسب قبل كل شي وعندي رؤية وعندي تصريحات سابقة وعندي كتابات واني انا ضد هالتوجه التوسعي للميزانية ضد التدائن المفرط وخاصة اطالب بالانكباب على المسائل الحقيقية اللي ما يعبر عنه بالاصلحات ولكن في جوارها اقتصادي وليس مالي يمكن هذا النيوانس اللي ماذا بي ركزوا عليها شوي شو معناها الاقتصادي معناها شنية سياسة الدولة للترفية في الناتش القوة عن مستوى الفلاحي عن مستوى الصناعي على المستوى سعيات سعيات هنكونوا عمليين هنكونوا عمليين حب نفهم اليوم قلب تونس ماذا يقترحوا على الحكومة لتصحيح ما ذهبت فيه وتعتبروه انه مش هذيك اثنية صحيح التماشي التوسعي في الميزانية متاع 2020 حتى 2021 باقي هي توسعية هي توسعية هي توسعية مع هل انه تقدم رؤية اقتصادية جديدة ولا منقذة للبلاد ولا انتم ما تقولوا لا ومحمول عليكم انكم تقدموا افكار اشنية الافكار والمقترحات اللي تقدموها للخروج من الازمة اولا خليني نقول لك حاجة سيب بكر الراهو المشكلة متاع 2020 اقل حدة من المشكلة متاع 2021 من ناحية الارقام من ناحية المجهود المطلوب لتعبئة الموارد الاخيري لانه ثلاثة شر المسألة لكل وطبعا انا اخالف جملة وتفصيل الموقف البنك المركزي لانه تنقول لك يعني ما قاله سيد المحافظ اكثر وحتى المجلس الادارة مع كامل الاحترام يليه اكبر بكثير مما معناه من التأثير متاعه على على تمويل الميزانية ولا من تأثيره على الحكومة نفس ريالك بالتفاصيل الرأي متاعي يدخل هذا كله يدخل احنا فينا المشكلة الحقيقي بالنسبة لي هو في 2021 لانه الفعل السياسي للحكومة راه يترجم عبر الميزانية الميزانية ما هيش ارقام سيبو بكر ما هيش مجرد ارقام هي ارقام صحيح لكن الارقام هذه وراها افكار وراها السياسات وراها موقف من سياسة الدعم وراها موقف من المؤسسات العمومية اللي انا راه نزيف كبير موجود في الاقتصاد التونسي مؤسسات قاعدة تخسر في الفلوس شنين الحل فيه يجب الحل خلنا نشخصه ساعة بيجيز راه مش مش نطوير بسرعة كانت عمزي اللي عنا الموضوع صندوق الدعم راه جابونا ارقام خاطئ وفما ما يعبر عنه بحوكمة المالية العمومية مثلا نعطيك مثل مش نسهل مثلا ديوان الحبوب ديوان الحبوب ما هوش قاعدة تخلص فيه الدولة في فاتورة الدعم شنين نتيجة يقترض بطريقة جوزافية من البنك القومي الفلاحي والبنك القومي الفلاحي كمؤسسة بنكية تفكتر له بالغال تعرف كيف نديك وفير سوفاج نحكيه على مليار مليار دينار يعني مبلغ مهول كفوايب في النهاية شكو بش حملهم تحملهم الدولة علش على خاطر ما حابوش يخلصو بش في الميزانية الميزانية القديمة اللي تقدمونا ما يظهرش الديفيسيت كبير برش ما يظهرش نحاسش كبير كي جيت الحكومة هذي وهي مشكورة على ذلك قالت أنا يجبني نخلص شو مش نخلص نخلص الدعم متاع السناء معلتها مش للقديم راهو خلص الدعم راهو فما التقدير كان بمبلغ واصبح اليوم وظهر مش صحيح فما قربت ثمانمائة مليون مش بقيدي ثمانمائة مليار معنى هدوميليب باي بش يخلص هو لكن بش يسترجعهم في سيولة يعني هو بش يخلص بيهم البيانات معنى هدولة بش تخلصه والبنك والوفيس دي سريال بش يخلص البيانات وبش تنقص بش عاد يدخل في الاقتصاد وبش تنقص الفوائد عليه وتتحل المشكلة هذا جزء من الحل جزء من الحل متاع صندوق الدعم اللي نحب نقوله لابروش هذي هي صحيحة ليه هذي دميل فا قلتك دميل فا سهل سهل دميل فا سهل معنى نجمو نجيبو أربعة ونصف من نهل مليا ثم دميل فا سبعة ثم دميل فا سبعة ليه وقال أربعة ونصف ما قالش ثلاثة فا سبعة رأوسيا هو بالضبط اللي معناها فيها مش يخذها من السيولة اللي فيها مجهود من السوق المالية ولا من المحافظ رأي ما تتجاوز ثلاثة فا سبعة أربعة فا سلارب هذيك المونتاج كامل شعنا فيها دميل جزئيات فنية اللي عاش تبا مش يخذها من السوق داخلي يا أستاذ خذها بعد واشو قعد وفصلوها خنكمل وطن رجعولها دي خنكمل انت قلت يعطينا المقاربة به أنا قلت لك عطيتك جزء من صندوق الدعم شنية مشكلة فيه أول مشكلة هو الأرقام خاطئ المشكلة الثانية ما فماش حوكم ورشيدة من الدولة مش قاعدة تخلص في الناس سواء في الدعم متاع الحبوب ولا المواد الأساسية دوبي بورجيبة دوبي بورجيبة نو 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 نمتع من عاوموش لأشياء لا لا دوبي بورجيبة نو نا نقول لك على كل حال أنا اليوم هذي يخويا دوبي بورجيبة مدعو يفو أريتي اوكي حاسب راي اي نسمة فيك نسمة فيك الحاجة الثانية لا يفو أريتي يا سيد بوليتيك ممسي على الرومانتة بورجيبة فوريتي يا جور غالب الحاجة الثانية كيف كيف بالنسبة للمحروقات الحاجة الثانية الدعم اليوم فما سؤال نقطة استفهيم كبير وموافقة كلها ما جاوبوش عليها من عاد بورجيبة من عاد مزال هل الدعم يمشي المستحقين طبعا ليه كنت حدثوا على السكر بشتقاه في المشروبات في الصناعة بشتقاه في الحلويات بشتقاه في المشروبات الغازية اذن اليوم المنظومة كاملة ما عادش لوكس ما عادش حاجة تؤجل هل أنه هذا يجاوب على أزمة المالية؟ طبعا لأنه مش أزمة المالية قلتك ما عنيش أزمة المالية عندنا أزمة اقتصادية عندك أزمة متاع بلاد مش قاعدة تنتج هذي نجم يجيب 20 مليار عام جيل هذي حاجة صندوق الدعم حاجة المؤسسات العمومية حاجة أخرى تعرف قديش تدين بتاعها اليوم قد منها تقرير سيد المقر أولا اللي مستعرفة به الدولة معناها اللي موجود في الحسابات التزام بإمضاء للدولة معناها ضمان الدولة في الديون تعالى المؤسسات العمومية 18 مليار دينا ما عامشوا قايدين في الدين العمومي وهو خاطئ معناها الدين العمومي اللي قدمونا فيه 90% وتوى يقوله 92% 2021 وكان زيده 18 مليار وتوى يجاوز 100% من نجل قومي الخاء وهي سياسة الدولة ما تقوليش من بورقيبة عمورها عرب عسنين ولا خمسة سنين لحكي ايه لما القاوروحهم غرقوا على مستوى الدولة حولوا التدائن إلى المؤسسات العمومية وهي سياسة الدولة ما عندوش مشكل في المالية شو معناها ما عندوش مشكل معناها الفلوس موجودة قاعدة تدخل لكن سمحوني في الكلمة في المثال التونسية نهارت الموت نهارت الكشف نهارت ليقولك هاتفلوسي فرماسية سنترال مسائلة تقريبا في 700 مليار مزودين توانسة وأجانب 30 أجانب وثلاث تونسي استير مش قاعدة تشري مش قاعدة تخلص سمعتولة في ذيحة بتاع الغاز أنشج على هذا المنوات بشي جين هار وبكر المزودي بتاع تزاير يقال ما عشبش أن أنا لا غالطة المعلومة سفير كان بحذي وخال غالطة احنا كل حال غالطة ولا صحيحة لكن ماش بعيد على الواقع راو كان تسأل جماعة السن دي بي وتسأل استير راهوا راهوا شنية تقترحوا كحلول في نقاط هني قلت لك أنا قبل لكم شي هو دقة الأرقام سيحة ويتوى فتح الملفات لأنه أنا كي بشتحدث على المؤسسات العمومية ما هوش موضوع يهم كان الحكومة يهم القطاعات يهم الاتحاد العام تنسي للشغل يهم سلطة الأشراف ويهم أيضا وزارة المالية ولا الاقتصاد لهنا يلزم ليجان تتعمل ويلزم كل مؤسسة نرقاوه فيها حل من صدوق النقد الدولي ومن المقرضين الآخرين وينك تبيعها عادي أخي خلينا نحلوها المشكلة توا نبيعوهم توا ما نقولش نبيعوهم توا نقول هات نحل المشاكل المتاعي والحل اللي أنا هاو عنه الحل في قلب تونس الحل المتاعنا هو أنه فصل الاقتصادي عن الاجتماع نحن معا ميزانية اجتماعية اللي هي ترصد فيها الامكانيات وتتعطها الفلوس للمواطنين اليوم توا في أشقاء كما مصر ولا كما المغرب وصلوا للكاتريام جينيراسيون في الكارت كريدي معناها بولي دون رياليمانتير ولا بشي يشري حاجات الأساسية بالنسبة للناس المحتاجين الدولة تعطي الكارت ويشي يشري وتفصلت النازلة اليوم احنا المنظومة متاع الدعم والمنظومة متاع البطال حطه في مؤسسة عمومية بشيخه شهرية راهو ماهوش لا يتطابق مع الحوك راهو أنا نستنى في رؤية عامة خاطر هذا جزء جزء من الإشكال قد يشي وفر قد يشي وفر تنحسب معاك قد يشي وفر تنجم ونعرف قد يشي وفر كمشي وفر مش كيف الحسبة سيبو بكر مش قد يشي وفر وانا بش نحط هو النسبة الريزونمان كيفش نبدأه نقول انا عندي اليوم 114 مليار ناتش قومي خاء وحطين نسبة نمو مثلاً بـ 4% هذو ما كيفش نجيبهم الـ 4% هم أعطانا رؤيتهم في الحكومة قال راهو مثلاً على المستوى الفلاحي بشي يكون فما نسبة نمو سلبية أنا ضدها كلهم ما عندكش حق يلزبك تعمل نسبة نمو إيجابية في الفلاح ودور الدولة وأنها تفتح الأسواق لأنه في تونس معناش مشكلة بتاع انتاج بالعكس عنا مشكلة بتاع وفرة انتاج ولابد من محاضع يجاد أسواق جديد نهبت انبعدها يجبك تحل المشاكل صناعة أهم هالبرط متاع رادس مثلاً هذا أحنا كقلب تونس روى مدقغ معناه مكتوب بالـ بالـ بالفاصل قال الراجل بالـ 1-2-3-4 تخسر في مليار قاعد على البابورات اليوم عن راد البابورات اللي يجي تستنى مليار دينار تدفع فيهم كمصاريف تأخير للشحن بالإضافة إلى أنه كانت الكنتنير يخرج في 4 عيام من تونس اليوم في 24 نيو كيفاش بتصدر شيء قدرة التنافو سيئة طيب طيب سيئة إذن يجبك تحليل مشكلة الابورات كذلك لابد من مواصلة سياسة الدعم للقطاع الصناعي أنا نختلف مع السيد وزير الاقتصاد كيقول بش نحيها أنا نقوله بالعكس اللي توجد في قانون مالية لسنة 2018 من دعم للاستثمار الصناعي ديقرافمان فسكال نسميه يجبه يتواصل عليش لأنه أحنا صحيح في الدوينج بيزنس يقول لك راه الامتيازات الجبائية تجي رقم 4 أو 5 أو 6 في جاذبية الاستثمار لكن هذي عند دول عندها انفرستركتور عندها مناخ استثمار ناجع أنت شوني عندك في تونس بش يجيوه عندك هالامتيازات الجبائية سيئة لك محبيتش تجاوبني قاعد عتي فيك لا 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 بالعكس معك في التفاصيل بارك الله وفيك أما اليوم أنا عندي أزمة راه وفيها عشرة خليني في العشرة وفهمش كوني يقول أثناش وعشرين لعام جاي اليوم الحكومة تقول كان عندي مصاريف ضرورية لازمني نغطيهم بمدخيل بفلوس بيش نخرج نتسلف كي رجعت انتي اليوم تعبها لحيرا متاع تدايل تعفرات في التدايل يوم عاش لازمنا نعمل ميزانية توسعية كي ما نعملش ميزانية توسعية أنا لازمني نجيبهم العشرين مليار هذوك خاطر عندي انتدابة برمجة وعندي زيادات بش تصير أوتوماتيكة دي كمتاع ترقيات وعندي كذا هذا كله بش يصير لي ستاش نالف وخمسمائة انتداب العام جاي هذا كله بش يصير أنا ما نعتقدش ما نجيبش جنبه هذا يروا ستاش نالف انتداب بالقانون الميزانية الجديد القانون الأساسي الميزانية متاع خمستاش سنة الفين وصعتها يزميه في قليل مجلس نوع بشعبنا عندك ناس تقرأ في المدارس الأمن والجيش نجيب نكمل الحديث أنا كي يجيب لي يقول لي راهو انت دبت قلوا أوكي برك الله فيك هذي سياستك أنا نجيب نقشها كاما جاي سنوان مغير ما نعملوا على بعضنا الضغط احنا نحكيه وتو السياسة متاع بلاد انت جيت قلت رايبش انتدابة 16 الف وراني دخلت منهم كيما قلت سياستك توا منهم 6000 دخلتهم من سبتمبر علش تحب نتحملها هنا كاملس نوان مش معناه منيش بش نتحملها لكن إذا ما تكونوا في إطار توافق واسع ونعاود نقولهم للأطراف رئاسة الجمهورية رئاسة الحكومة الاتحاد العام تنسي لشغل المنظمة الأعراف المنظمات القطاعية ومجلس نوع بالشعب هذو كل يلزم يتفقوا على وثيقة سياسية فيها التوجهات الكبرى للبلاد من أكبر الأخطاء اللي عملتها الحكومة هذية وأنها ما تبقدش الفصل فينا وتلفين مثلا اللي قل لك راهو كيتمد الميزانية يزم تعطيني رؤية متاعك على ثلاث سنوات على التوازن من أجل العام ما جب وانيش معناها معناها وقت تجيب لي تابلوت قل لي هوا كيفاش بش نعمل الموارد وقل لك غالب حاجة واحدة سيبه بكر جزء كلمة واحدة راهو نعاود وقل لك 2020 أسهل بكثير من 2021 على 2020 هاو سؤالي برغم صباح سؤال في الاقتصاد مع اللي ياسير قلت اليوم في اجتماع لجنة المالية أنا على الحكومة أن تعدل نسبة التدائم هل شهرين من نهاية العام يمكن تعديل المصاريف فعلا أم بش تكون مجرد عملية محاسباتية متاعك تيبة أنا كي نحكي على اليوم ساعة شوفنا رانا القانون أنت تحكي علي أنا بالذات أنا بالذات اليوم رانا شوفنا القانون المالية متاع 2021 مش 2020 2021 أنا راوة أنه الكلو يزم يتعاود وهذا قلت في معناه سواء مع سيد وزير الاقتصاد والمالية ولا هم بيبليك كما منايبر كما هذه ولا في المجلس لأنه مانيش قاعد الرا يتعاودوا بكله في سياسة اقتصادية للبلاد اللي تقول هاو كيف بش نرفع ناتش القوم الخام كيف بش ندعم الصناعة بش ندعم التصدير بش ندعم كذا بش نحل المشاكل 2020 المشكل المالي رأي لحكومة جمدة القانون بوروارسا كوبي ايه دكار وذكره رأفة بهم لأنه احنا كنا نجمون عادين وما نصوتوش احنا التقرير اللي تقدمنا ويترفض وقت تولي فضيحها على الأقل لقينا أموديوس في فندي أسحب وبرك الله فيه رئيس اللجنة اللي مشى معنا خطر هو في المعارضة المفروض يسجل هدف معناه كان جاي يحسب بالسياسة بالمعنى الخطي يطيحها وسلم بالعافية هو كان مرن وقال يخويا حكومة جميع تحد باي أنا اليوم رأوا معناش مشكل فيها المشكل هو قضية تقديم الأرقام التقرير اللي جانا كان نوعا ماء فارغ أولا تأخره يسر في تقديم الميزانية التعديلية كأنه حبت الحكومة تعمل معناها عندها حزام كافي بشي تعدى وانتهى الموضوع في حين وأنه كل واحد يتحمى سوريته رأوا فما حاجات غالطة سيب أبو بكر مثلا تقريبا طلبين 3.6 في صندوق الدعم شحطين تسويات للتمرين الماضي شو معناها؟ معناها أنت تحب بلغة الزفير نقولوا يبيروش هرجي لبارك معناها تحب أنت الخور اللي ساير في العوامة هذيك الكل تحب تعديه في 2020 بشو ظهر أنت مبعد في 2021 باي إذن ما نقبلوهش لا أخلاقيا لا محاسبيا لا اقتصاديا لما تخلنا في التفاصيل مع سيد وزير المالية لقينا مش صحية لقينا طلب كان الفاتورة منتاع 2020 إذن السيد اللي بعثنا التقرير غالا يزمي يصلح تقرير يقول راهو التقديرات انتاع 2020 كانت خط ورانا احنا ولا ربما تطرينا في 2021 بشي نشريه أكثر وروا وجدنا فاتورات أخرى وروا هاو الحسين الحاجة الأخيرة راهو الاختراض ما هوش مع 10 مليارات اللي بشي يخذوه من سوق المالية وهذه أيضا في التقديم ما كانتش واضح راهوهم محتاجين فقط 4.4 مليار اللي بشي أثر حقيقة على المالية على السيولة في البلاد ما يتجاوز 3.6 مليار وهذه أنا راه حتى البنك المركزي نجم يدخل فيهم لأنه عنده 19 هر ما دعمش الاقتصاد راهو سيبو بكر في حين وأنه اللي راسيوك تشوفهم في المغرب ولا حتى في فرنسا شكرا راهو البنك المركزي يمشي أكثر بكثير من ما زلت نحب النقش كيف مباشر نقات سين شحنا مصافحة هذه ونعلى ذمتك تستديني جي سيارة مراكلا فيك سيارة علومي